اشتركوا في القناة لاحظوا معي أن كتلة هوائية باردة بوضوح ما زالت سيطرة أجزاء واسعة من القوقاز وأجزاء من البحر الأسود وعموم أجواء بحر قزوين هذه الكتلة الهوائية الباردة والجافة من توقع سيطرة على تركيا تصل امتدادتها حتى مناطق بلاد الشام والعراق كنا قد تحدثنا في النشر الجوية الماضية أنه طالما هذه الكتلة الهوائية الباردة تمركز هنا في الأجواء القارية شمال شرق البلاد فإن تأثيراتها على عموم مناطق بلاد الشام ستكون على شكل أجواء باردة ليلا وجافة حيث تنخفض قيم الرطوبة الجوية بشكل كبير إضافة إلى تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة نلاحظ أنه مرتفعا جويا سطحيا متمركزا هنا في أجواء البحر الأسود تصل امتدادته حتى البلقان مع اليونان مع جزرتين كريتو قبرص وعموم مناطق بلاد الشام إضافة إلى هذا المرتفع الجوي فإن مرتفعا جويا آخر يتمركز هنا في أجواء شمال جزيرة عربية أيضا تصل امتدادته إلى مناطق بلاد الشام تأثير هذه المرتفعات الجوية السطحية على المنطقة سيكون خلال أيام القليلة القادمة على شكل أجواء مشمسة مستقرة خريفية معتدلة نهارا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة إلا أن درجات الحرارة الليلية ستبقى دون معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ليبقى التقص باردا بشكل ملموس خلال ساعات الليل لكن ومع ساعات نهار الخميس نلاحظ تمركز كتلة هوائية باردة نسبيا هنا في الأجواء البحرية بين جزيرتي كريت وقبرص لاحظوا هذا التمركز هنا التمركز بحري مقارنة بالتمركزات القارية التي كانت كتلة هوائية باردة هنا في القوقاز هذه التمركزات بعد بشيرة الله تعالى ستكون مفيدة لمناطق بلاد الشام من خلال رفع قيم الرطوبة الجوية والتفاعل مع محور مخفض البحر الأحمر لذلك متوقعنا تأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم على شكل أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا على عموم مناطق بلاد الشام أيضا من المتوقع أن تزول هذه الأجواء الجافة عن المنطقة سنلاحظ مع ساعات مساء الخميس ارتفاع ملحوظ في الرطوبة الجوية انتشار السحب يصبح الطقس الخريفي أفضل مع فرص أمطار متفرقة على مناطق الساحلية والشمالية الغربية وعموم مناطق بلاد الشام مطلع الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى بناء على هذا التحييط طور الغلاف الجوي نتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء في العاصمة دمشق مع القنيطرة ودرعة وحتى مناطق السويداء خريفية مشمسة معتدلة خلال النهار باردة خلال الليل وذلك مع حركة رياح هادئة حتى نهاية الأسبوع تشير التقديرات الحالية كما ذكرنا إلى فرص أجواء غائمة جزئة مع فرزخات متفرقة الجمعة والسبت نلقي الآن نظرة سريعة على متوسط درجات حرارة خلال هذا الأسبوع في المناطق الجنوبية لاحظوا أن دمشق العاصمة وكذلك الأمر السويداء ستكون عند 22 درجة مئوية إلى 23 درجة مئوية نهارا درجات حرارة الليلية في عموم هذه المناطق ستكون بين 12 درجة و11 درجة في حين تكون القناة ترعى عند 24 درجة مئوية نهارا درعى عند 24 درجة مئوية نهارا بإذن الله تعالى بالانتقال لمناطق الجزيرة السورية نتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء في عموم مناطق الحسكة والقامشلي والرقة مع عموم مناطق دير الزور أيضا خريفية مشمسة معتدلة نهارا باردة بشكل ملموس ليلا مع حركة رياح مستقرة وذلك طيلة أيام الأسبوع توقعاتنا لمتوسطات درجات الحرارة على الجزيرة قادم الأيام نلاحظ أن القامشلي وكذلك الحسكة مع دير الزور والرقة ستكون بين 24 درجة مئوية وحتى 25 درجة مئوية خلال النهار في حين تكون درجات الحرارة الليلية على عموم مناطق الجزيرة بين 7 درجات وحتى 9 درجات وذلك في الرقة ودير الزور إذن أجواء باردة خلال الليل أما فيما يتعلق تقص مناطق الشمالي الغربية والساحلية وعموم مناطق الوسط فمنهم توقع أن تستمر أجزاء واسعة من هنا المناطق الساحلية وحتى جبالها مع الدبا وحلبا وحماتا وحمص بالتأثر بأطراف كتلة هوائية باردة متمركزة في أجواء جنود قزوين تتسبب بعد مشيئة الله تعالى كما ذكرنا بخفاض كبير في درجات الحرارة لتكون معديون معدلات لمثل هذه الفترة من السنة مع طقس خريفي مشمس معتدل نهارا بارد ليلا كل ذلك سيكون مع حركة رياح مستقرة تتحول إلى شرقية جافة نهاية الأسبوع لكن وكتوقعين مبدأي قابل للتغيير قد تتأثر منطق الشمالية الغربية نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم بامتدار ضعيف لمخفض جوي قد تنتج عنه زخاط مطر متفرقة نذكر الآن فروق في درجات الحرارة المتوقعة هذا الأسبوع في عمور مناطق الشمالية الغربية نلاحظ أن إدلب ستكون عندها 24 درجة مئوية نهارا طيلة الأسبوع تنخفض إلى 10 درجات مئوية كذلك الأمر حلب وحماء وحمص بين 25 درجة و 8 درجات خلال الليل أيضا تبقى الأجواء الليلية باردة على العموم هذه المناطق الداخلية السواحل ستكون بين 26 درجة و 13 درجة مئوية خلال الليل نتقل الآن لتفاصيل تقصيد لبا وحلبا وعموم المناطق الداخلية خلال قادم الأيام الأحد تكون الأجواء خريفية مشمسة معتدلة نهارا باردة بشكل ملحوظ ليلا تسجل درجات الحرارة 23 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى 5 درجات مئوية وتكون رياح شرقية هادئة عند 15 كم في الساعة الأثنين يستمر الطقس خريفيا مشمسة باردة ليلا تبقى درجات الحرارة عند 23 درجة مئوية نهارا إلا أنها تنخفض ليلا إلى 5 درجات مئوية تكون رياح جنوبية هادئة عند 10 كم في الساعة الثلاثة أجواء خريفية مشمسة مع استمرار الطقس البارد خلال ساعات الليل تحافظ درجات الحرارة قيمة مع ارتفاع طفيف لتسجل 26 درجة مئوية نهارا إلا أنها تنخفض ليلا إلى 6 درجات مئوية وتكون رياح جنوبية هادئة عند 10 كم في الساعة الأربعاء تبقى الأجواء خريفية معتدلة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وانتشار لبعض الصحب المتفرقة تسجل درجات الحرارة 26 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى 7 درجات مئوية وتكون رياح شرقية معتدلة عند 15 كم في الساعة الخميس طقس خريفي غائم جزئيا مستقر مع رياح شرقية جافة نشطة نسبيا تبقى درجات الحرارة عند 28 درجة مئوية نهارا إلا أنها تنخفض ليلا إلى 8 درجات مئوية وتكون رياح شرقية كما ذكرنا ونشطة عند 20 كم في الساعة الجمعة أيضا طقس خريفي غائم جزئيا مع استمراره بالرياح الشرقية الجافة تسجل درجات الحرارة 24 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى 9 درجات مئوية تكون رياح جنوبية شرقية نشطة عند 20 كم في الساعة نهاية تامت وقع يكون نهار الأجواء خريفية غائمة جزئيا مع فرص أمطار مسائية تنخفض درجات الحرارة لتسجل 22 درجة مئوية نهارا إلا أنها تصل ليلا إلى 10 درجات مئوية تتقلب الرياح إلى غربية رطبة عند 15 كم في الساعة إذن وقبل الختام ننوه إلى أن هذه الأجواء الباردة والمترافقة مع الجفاف والتي تتسبب بعض المشاكل الجدية والتنفسية من المتوقع أن تنتهي مع أول تشرين الثاني حيث تعود قيم الرطوبة الجوية للارتفاع بشكل ملحوظ ليصبح الطقس مريحا تخف تأثيرات الصحية السلبية بمشيئة الله تعالى أسانة المتابعين كانت هذه أهم مميزة الطقس قادم الأيام من يديب كان معكم في الإعلاج والتقديم المهندس ناس الرحمون دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر